أول سؤال وهو السؤال المنطقي يعني إيه مكتب NBA في مصر بص معاك وقت لا بالعكس لأ أنا نفسي أنا كنت هشرح شوية حاجات على اللي أنا قريته وفهمته قبل ما أخش مع حضرتك بس قلت إيه ده أنا فورس هكبت معايا محمد معايا فأرجوك أشرح للناس عشان لما أنا قريت شوية لقيت إن الموضوع ده مهم وكبير جدا طيب بص إحنا هنبتدي إن إن NBA زي ما أنت قلت كده يا كريم بالضبط NBA هو أعظم دوري كرة سلة في العالم بيضاهي يعني دوريات كرة في أوروبا وبيضاهي حاجات كتيرة جدا الشعبية في تزاين مستمر للولايات المتحدة الأمريكية فيها أربع ليك الكرة السلة آيس هوكي الهوكي الانفيل اللي هي الكرة المصطلح الأمريكي والبيس بول لكن الـ NBA أو كرة السلة هي اللعبة العالمية الأكثر في هؤلاء الأربع عامل اللعبة الشعبية الأولى في الولايات المتحدة ووصلنا في الـ NBA أن الـ NBA مكون من 30 فريق 30 فريق في متوسط حوالي 15 لعب كل فريق يعني حوالي 450 لعب الـ NBA ابتدى يلاحظ زيادة عدد اللاعبين الأفرقة أو من أصل أفريقي في فرق الـ NBA وإحنا بنتكلم النهاردة من 450 لاعب الدوري الأمريكي الـ NBA فيه 50 لاعب يا أفريقي أو من أصل أفريقي 50 لاعب فأنت بتتكلم تقريبا 11-12% من اللاعبين أصلهم أفرقة أصلهم أفرقة بمعنى يا أب أو أم أفريقي يا أم اللاعب من أفريقي إن أفريقي نفسح وبالتالي الـ NBA قالت إن أنا عندي هنا منبع أو كنز أو منجب للمواهب إحنا عايزين نروح نشوف الموضوع هناك إيه حيل خلاص؟ حيل طيب 2010 كان افتتاح أول مكتب لـ NBA في جنوب أفريقيا 2019 تم افتتاح مكتب لـ NBA في السنغال المسؤول عن باسكتبول أفريكا ليج أو المشهور عندنا في مصر باسم الـ B-L اللي هو اشترك فيه الزمالك قبل كده السنتين والأهلي حشارك فيه السنة دي 2021 اتاخد قرار بتشكيل بإشهار شركة NBA أفريكا خلاص؟ وتم افتاح مكتب المكتب الثالث في نيجيريا في فبراير 2022 وتم اعلان افتتاح مكتب مصر اللي هو الرابع على مستقر في يناير 2023 كمان 3-4 شهور حنفتح مكتب إن شاء الله في كينيا وفي خطة لسه لزيادة عدد ما كتب فيه في أفريكا طيب الهدف من NBA أفريكا بقى إيه؟ أنت بتتكلم على أن أولا عندك عايز تكتشف المواهب اللي موجودة اللي احنا قلنا وصلنا النهاردة لخمسين لعب من أفريكا موجودين في دوري الـ NBA واحد اتنين أنت عايز تنشر اللعبة في حتة خارج أمريكا فانت بتتكلم أن أفريقيا فيها حوالي مليار 200 أو 300 مليون بني آدم على سنة 2050 بحوالي 40% من شباب العالم موجود في أفريكا 40% داني 40% من شباب العالم موجود في أفريكا وبالتالي هي دي الحتة الأكثر متابعة للرياضة فانت عايز تنشر اللعبة في القارة الأكثر شبابا اللي هي أفريقيا فابتدينا نقول أننا لنا أهداف اكتشاف اللعبة وزيادة المتابعين والمشاهدين طبعا أنك في الآخر أنت لما بتتكلم على رياضة في استدامة ساستينيبيلتي أنت عايز تجيب الموارد بتاعتك أنك أنت تكبر وتنتشر فانت بتزود عدد المشاهدين والمتابعين والكلام ده كله طبعا بالإضافة لكل الأهداف التنموية أنك تزود الملاعب بتاعتك بتنشر اللعبة في المدارس الكلام ده كله يليها بطولة دوري البي إيل البسكتبول أفريكا ليج اللي أنت عايز توصل منه أو توصله أننا مثلا نتمنى في خلال عشر سنين أن تبقى فيه فرق في بطولة البي إيل البسكتبول أفريكا ليج هنا نقول أن هي مش هتبقى زي الانبي إيه بس هتبقى قريبا من الانبي إيه فأنت عندنا مشكلة فيه مشاهدتهم تبعت دوري الانبي إيه لفرق التوقيت طبعا فاحنا هنعمل منتج هنا هوت هنعمل دوري هنا على مستوى القر اللعيبة اللي منكتشفها ومنطلحها طلعت راحة لعبة انبي إيه ملعبتش انبي إيه تواجدت في أندية داخل القرى الأفريقية هنقدر نعمل بيها دوري على مستوى علي جدا دوري البي إيل ده هو الدوري الوحيدة للذي تشرف عليه الرابطة اللطنية الكوردسة لانبي إيه خارج أمريكا ترجمة نانسي قنقر